بالفيديو شاهد الفنانين الأطراف الذين توفوا وتضرروا بسبب الزلازل المدمرة التي ضربت تركيا هذا الأسبوع ومن بينهم ناجم كبير من نجوم سلسل وادي الذئاب رحمه الله شاهد الفيديو حتى النهاية ولكن قبل ذلك نرجو منك الاعجاب بهذا الفيديو والدعاء بالرحمة لضحايا هذه الزلازل التي ضربت سوريا وتركيا رحمهم الله جميعا بعد الزلزال المدمرة الذي ضربت تركيا وسوريا هذا الأسبوع فقد خلف وراءه ما يزيد عن عشرة ألاف ضحية لحدود هذه الساعة وأزيد من مليون ونصف المليون عصابة عمليات الإنقاذ لا تزال متواصلة ومن بين هؤلاء الضحالون فارقوا هذه الحياة وآخرون فقدوا عائلاتهم بسبب هذه الزلازل المدمرة ومن ضمن هؤلاء المشهير بطل مسلسل الانتقام الحلو الممثل التركي شغري تشيتاناك الذي ناشد عبر حسابه على الإنستغرام المسؤولين الأتراك من أجل إنقاذ حياة والدته المحاصرة تحت الأنقاذ بإنطاليا بدورها الممثلة التركية ميليسا أسلي باموك طالبت الجهات الوصية مساعدة عائلتها المحاصرة بسبب الزلزال في إنطاكيا مشيرة إلى كون جدتها تعاني من المرض ولا تستطيع المشي أما الممثل سيركان إركجان فقد أعلن عن وفاة خالته تحت الأنقاذ عبر أحدث منشور له على حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستغرام كما ناشد المسؤولين من أجل إنقاذ باقي أفراد عائلته المحاصرين في حين أعلن الممثل أغور أصلا عبر حسابه على موقع تويتر أن ما يقارب نصف عائلته تحت الأنقاذ في هاتاي مستنكرا عدم مساعدتهم وإخراجهم من تحت الأنقاذ وطلب الممثل التركي نجاتي شرشماز بطل مسلسل وادي الدئاء عبر سطور في حسابه بالأنستغرام وهو يدرف الدموع بإنقاذ عائلته المحاصرة بسبب الزلزال في أنطاكيا قبل وفاتهم جميعا وفي النهاية لا تنسى الاشتراك في القناة والدعاء لإخواننا في تركيا وسوريا بأن يلطف بهم الله تعالى في هذا اليوم العظيم اشتركوا في القناة